سهلا بك سيد عبدالله يعني إلى جانب كل أنواع التنكيل الذي يمارسه الاحتلال في الضفة الغربية تشهد الضفة عمليات ضم ربما هي الأعلى منذ اتفاق أوسلو ما الذي تمهد له هذه العمليات والتي يبدو كأنها تسابق الزمن يعني عمليات بالفعل هناك مصادرات بأعداد من الدنومات كبيرة نتحدث منذ السابع من أكتوبر عن 27 ألف دنوم التي تم الضمها أو تم الإعلان عنها إما أراضي دولة أو إما توسيع لحدود مناطق محميات طبيعية بالإضافة إلى عدد الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة الإعلان عنه والمصادقة عليه 8,829 وحدة استيطانية ناهيك عن انتشار لهذه البؤر الاستيطانية اللي يوميا هناك بناء بؤر جديدة فقط خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم تشييد أو بناء بؤرتين استيطانيتين إحداهما في محافظة سلفيت والأخرى في محافظة أريحة ليزداد هذا العدد ليصل إلى حوالي 200 بؤرة استيطانية الآن منتشرة على ما يقارب 390 ألف دنوم بالإضافة إلى جانب ما يقارب 786 مستوطنة ليصبح العدد الآن قريب من 740 ألف مستوطن في الضفة الغربية وفي الكدس وبالتالي هذه الإجراءات على أرض الواقع هي تمهد للسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية وما جرى في الأيام الأخيرة خلال فقط أقل من أسبوع الهجوم على كرة شارك رامالله وجنوب نابلس الذي هو بمثابة خلق بأطاردة بمثابة ضغط على المواطنين من أجل ترك أراضيهم فبالتالي ما مورس من عملية إطلاق النيران مباشرة على المواطنين من كبل المستوطنين بحماية الجيش والذي نجم عنها أربع شهداء وما يزيد عن 150 جريح هناك حتى الآن جراع خطيرة يتلكون العلاج في المستشفى بالإضافة إلى حرق ما يزيد عن 110 منازل حرق 92 مركبة بالإضافة إلى حرق 21 مزرعة قتل ومصادرة ما يزيد وسرقة ما يزيد 250 رأس غنم سيد عبد الله قتل ما يقارب 10 ألاف رأس من الدواجن نعم هل من تقدير لمساحة الأراضي التي صادرتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر كما ذكرت منذ 7 أكتوبر 27 ألف دنوم ما بين إعلان عنها أراضي دولة أو توسيع نطاق أو حدود محميات طبيعية الآن نتحدث نحن عن ما يقارب 2380 كيلو متر مربع يقوم الاحتلال بممارسة وإجراءات على الأراضي في الضفة الغربية يعني ما مساحته أو ما يعادل 42% من مساحة الضفة الغربية هو يكون بسيطرة عليها وسواء بمصادرتها أو لتوسيع مسلطنات أو للمناطق عسكرية هل تتركز عمليات المصادرة وما الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه جغرافيا من خلالها يعني التركيز بصورة أساسية في المناطق الأغوار المناطق الأغوار ومناطق ما نسميها بشفى الغور الممتدة من طوباس حتى الظاهرية هذه ما نطلق عليها سلسلة السلسلة الشرقية لجبال الضفة الغربية هذه المناطق للأسف عدد السكان الفلسطينيين فيها فيها تجمعات كثيرة ولكن عدد السكان الفلسطيني قليل فبالتالي من خلال العمليات الإجرامية التي مورست من قبل المستوطنين ومن خلال البؤر الرعوية التي تحدثت عنها وهجومهم المتكرر وأيضا استخدام السلاح قوة السلاح للضغط على هذه التجمعات التي حتى الآن من السابع من أكتوبر حتى الآن 25 تجمع فلسطيني التي تم تهجيرها بقوة السلاح من المستوطنين فبالتالي هذه المساحة الواسعة والشاسعة والاستراتيجية والمهمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية يكون هناك تركيز عليها من أجل السيطرة عليها بالإضافة إلى هناك وجود تجمعات من غلات المتطرفين من اليمين المتطرفين من فتية التلال في جنوب نابلس وشرق رامالله تكثر فيها الاعتداءات والهجمات الوحشية التي تسببت خسائر باهظة للمواطنين الفلسطينيين في هذه المناطق هم يريدون أن يوصلوا بالفلسطيني إلى أحد الخيارات التي أعلن عنها من قبل ساستهم من قبل مسؤوليهم وعلى رأسهم اسموتريش هم إما أن تهاجر ونحن سنسهل لك هذا ما قال اسموتريش أحد الخيارات أو الخيار الثاني إما أن تكون عبدا وخادما لنا والخيار الثالث إما موتك وهذه الخيارات سواء الأول أو الثالث هي بالفعل الآن تطبق من خلال خلق بيئة طاردة من خلال ترويع وتخويف وقتل الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم حتى يجبروا على الرحيل أو من خلال شاهدنا تسليح المستوطنين مئة ألف قطعة سلاح الآن وهذا التسليح بمثابة ضوء أخضر للمستوطن كي يكون بقتل الفلسطيني حتى وإن كان أو أراد أن يدافع عن نفسه ما جرى في الأيام الأخيرة من محاولة المواطنين الدفاع عن أنفسهم وجدنا الجيش يقوم بمساندة المستوطنين والهجوم على المواطنين لنصل إلى الخسائر الباهضة سواء في الأرواح أو في الممتلكات في هذه المناطق طيب ما الذي يقوله لنا غض النظر بهذا الشكل الدولي الغربي الأوروبي حتى ربما العربي عن هذه العمليات وما تأثير مثل هذه العمليات مصادرة الأراضي بهذا الشكل على أي تسوية تطرح جديا للنقاش يعني بالتأكيد هذه الإجراءات التي من المسح على أرض الواقع والتي يهدف من خلال هذه المخططات ضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وإنشاء عمليات تواصل ما بين البؤر السيطانية والمستوطنات وإنشاء شبكة طرق ما بين هذه المستوطنات ووضع التجمعات والكرة والمدن والتجمعات الفلسطينية في معازل يصعب التواصل ما بينها هذا ينعكس بأن إقامة أي تسوية أو أي عملية لإنشاء أو حلول لإنشاء دولة فلسطينية يجعلهم مستحيلا المسؤولية نعم كبيرة على المجتمع الدولي حتى الآن لم ترتقي لعدن المستويات هناك في الأيام الأخيرة وضع قائمة بعدد أربعة أو خمس مستوطنين أو بعض البؤر وفرض عكوبات عليهم غير كافية لأن معظم المستوطنين أو جميع أو الاستيطان بالمجمل هو غير قانوني وما يمارس منه أيضا إجرام وبالتالي يجب أن يدان كل من يسكن من المستوطنين في الأراضي الفلسطينية في الكدس والضفة الغربية يجب أن يلاحق ويفرض عليه عكوبات وأيضا أن يكون هناك تضييقات على كل المستوطنات التي يشارك بعض الدول في الاستثمار في هذه المستوطنات أو استيراد وتصدير بعض البضائع في هذه المستوطنات فبالتالي يجب أن يكون هناك مقاطعة وفرض عكوبات وصحب استثمارات وأن يكون هناك أمور جدية حقيقية سواء من الدول أو من المؤسسات الحقوقية الدولية أشكرك جزيلا حدثنا من رمالة الخبير في شؤون الاستطان عبدالله أبو أحيان